السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة السنة كم من يوم فيها يا ثلاثة 365 يوم الشهر يا اما بيكون 30 أو 31 أو 28 يوم وحكينا يا ثلاثة شهر اتنين هو الشهر الوحيد اللي بيكون عدد ايامه 28 يوم وهو شهر شباط وبيجي كل اربع سنين مرة بيكون عدد ايامه 29 يوم وتسمى هذه السنة السنة الكبيسة وتزيد ايام السنة يوم بتصير 366 يوم الشهر اربع اصابيع اليوم 24 ساعة الاسبوع 7 ايام الساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 الثانية طيب وتعرفنا يا ثالث على الشهر السنة هم 12 شهر حكينا كانون الثاني وهو شهر 1 الشباط شهر 2 آذار شهر 3 نيسان شهر 4 أيار شهر 5 حزيران شهر 6 تموز شهر 7 آب شهر 8 أيلول شهر 9 تشرين الأول شهر 10 تشرين الثاني شهر 11 وكانون الثاني الأول شهر 12 وحكينا إحنا يا ثالث بشهر 12 بإذن الله بس يخلص شهر 12 بتبلش سنة جديدة سنة 2021 وإن شاء الله تكون سنة خير عليكم وعلينا خلينا نكمل السؤال صفحة 96 بحكي لك أضعوا إشارة أصغر أو أكبر أو يساوي في المربع لإكمال الجملة بدنا نشوف يا ثالث مين أكبر ومين أصغر وحكينا يا ثالث كيف نحط الأكبر والأصغر حكينا بنحدد على حسب العدد الأول إذا أصغر بنحط الإشارة الأصغر وإذا أكبر بنحط إشارة الأكبر وإذا يساوي بنحط اليساوي إذا كان العددين متصاوياتين بنحط إشارة اليساوي خلينا نبلج إذا بحكي لك يا ثالث مين أكبر 6 ساعات ولا اليوم أركز 6 ساعات ولا اليوم يا ثالث إذن إحنا بنحكي اليوم كم من ساعة فيه عشان نحكي اليوم 24 ساعة مين أكثر 6 ساعات ولا اليوم إذن 6 ساعات أصغر من 24 ساعة إذا منحط الإشارة على حسب العدد الأول أصغر وبعدين منطلع على العدد الثاني وين بتكون فاتحة؟ على الجهة الأكبر تمام ننطلق على العدد البعدي 18 شهر ولا سنة؟ واحدة 18 شهر 18 شهر السنة كم شهر فيها؟ 12 شهر إذا مين أكثر؟ 18 ولا 12 إذا العدد الأكبر العدد الأول بحط إشارة الأكبر بقى عند الجهة اللي فاتحة تمها إذا بتوكل حكينا الإشارة الأكبر حرف الكاف أول اللي بتوكل زي السمك إذاً الـ 25 شهر الـ 25 شهر أكبر بنحط إشارة الأكبر عندي سنة ولا 12 شهر السنة كم من شهر فيها يا ثالث 12 عندي 12 شهر إذن 12 شهر و 12 شهر إذن متساويتين إذن السنة 12 شهر وعندي 12 شهر إذن متساويتين أرجع عيدهم كمان مري بحكي لي يا ثالث أضع إشارة أصغر أو أكبر أو يساوي في المربع لإكمال الجمل الآتية مين أكثر الست ساعات ولا اليوم لازم يا ثالث نحلل إحنا منحكي تعرفنا أنه اليوم 24 ساعة مين أكثر الست ساعات ولا الـ 24 ساعة إذن الـ 24 ساعة إذن العدد الأول أصغر بحط إشارة الأصغر حطينا إشارة الأصغر يعني أنه هيك تقرأ الست ساعات أصغر من اليوم إذن مين اللي أكبر اليوم ولا الساعة الست ساعات أحسنتم اليوم بكون أكبر 18 شهر ولا سنة كاملة عندي 18 شهر يا ثالث السنة كم من شهر فيها 12 شهر إذن بحط إشارة الأكبر لأنه العدد الأول هو الأكبر سنتين ولا 25 شهر السنة الوحدة 12 شهر طب السنتين 12 زائد 12 تعطيني 24 شهر مين أكثر 24 ولا 25 أحسنتم 25 إذن بحط إشارة الأصغر ليش لأنه السنتين أصغر من 25 شهر السنة ولا 12 شهر بحكي السنة كم شهر فيها 12 شهر إذن 12 شهر و 12 شهر إذن العددين متساويين ننتقل للسؤال الثاني أرسم دائرة حول الوقت الأنسب لعمل ما يأتي إذن من نرسم وقت مين أنسب أيهما أنسب الذهاب في رحلة سواء كانت يا طالت الرحلة على إربيت على جراش على أجلون على البترة مين منحكي أنسب خمس أيام ولا خمس دقاق معقول إنه رحلة تاخد خمس دقاق أقول لخمسة أيام مين الأنسب إذن خمس أيام أحسنتم بنحط دائرة على الخمسة أيام دهان منزل إذن بدي أدهان منزل بده ثلاث أيام ولا ثلاث سنوات ثلاث أيام أحسنتم إنهاء العام الدراسي إذن إحنا بالعام الدراسي بس ينتهي بدنا إحنا سنة واحدة ولا شهر واحد أحسنتم إذن سنة واحدة والسنة كم شهر فيها يا ثلاث اتناشر شهر أحسنتم إذن فاصل أول فاصل ثاني إذن السنة واحدة بناء منزل جديد البناء منزل ثمان أشر ولا ثمان أيام إذن ثمان أشهر أرجع عايتم كمان مرة الذهاب في رحلة سواء كانت رحلة إلى إربيت إلى جرش أي رحلة بنحكي خمس أيام ولا خمس دقائق الأنسب إنه الأدق إنه خمس أيام دهان منزل بدل دهان منزل ثلاث أيام ولا ثلاث سنوات أكيد ثلاث أيام إنهاء العام الدراسي سنة واحدة بناء منزل جديد بدي ثمان أشهر طيب خلينا نعيد يا ثالث ونستذكر مع بعض وحدات قياس الوقت حكينا يا ثالث إنه السنة تساوي كم فيها؟ تساوي 12 شهر السنة تساوي 12 شهر الشهر يائما بيكون حكينا 28 أو 30 أو واحدة بنبيس الأغلبية بتكون 30 يوم اليوم كم ساعة فيه 24 ساعة؟ طيب الساعة كم فيها 60 دقيقة إذن الساعة كم فيها 60 دقيقة الدقيقة كم ثاني فيها يا ثالث؟ 60 ثانية إذن السنة 12 شهر الشهر 30 يوم أو 31 أو 28 يوم اليوم 24 ساعة الساعة 60 دقيقة الدقيقة 60 ثانية طيب السنة كم من يوم فيها؟ 365 يوم ومتى بتيجي 366 يوم إذا أجل شهر 229 يوم وتسمى هذه السنة السنة الكبيسة ليش؟ لأنه زادت السنة يوم صارت زيادة يوم كل أربع سنين مرة بيصير هذا الحكي إذن بتصير 365 يوم إذن مرة وحدة كل أربع سنين مرة بتيجي 366 يوم هدول أهم إشياء تالت تعرفون في وحدات قياس الوقت طيب أرجع أعيتم كمان مرة عشان أظلكم بالذكرين السنة تالت 12 شهر الشهر 30 يوم أو 31 أو 28 يوم اليوم 24 ساعة الساعة 60 دقيقة الدقيقة 60 الثانية السنة 365 يوم كل أربع سنين مرة بتيجي 366 يوم ليش بتيجي 366 يوم لأنه شهر 2 بيصير 29 يوم عشان هيك تسمى هذه السنة لما تصير 366 يوم تسمى السنة الكبيسة وهيك يا تالت منكون أنهينا درستا وإن شاء الله بكرة رح نكمل تمارين ومسالة ويعطيكم الألف عافية